موسيقى استشهدوا اصابة ثمانية وتسعون فلسطينيا في ثلاث مجازر اسرائيلية بقطاع غزة موسيقى كرنفال طلابي احتفالا بالسادس والعشرين من سبتمبر في مدرسة الشهيدة نعم رسام بيتعز ومكتب التربية يؤكد استمرار برنامج الاحتفاء بالثورة موسيقى بعد اختطافات حوثية طالت ثمانين شخصا تضاعف الدعوات الشعبية للاحتفاء بثورة السادس والعشرين من سبتمبر في مناطق سيطرتها موسيقى عسيان مدني لتجار الملابس الجاهزة في صنعاء احتجاجا على قرار تعسفي حوثي يلزمهم بدفع نسبة من الارباح موسيقى اهلا بكم الى نشرة التاسعة من يمن شباب والبداية من قطاع غزة حيث استشد واصيب ثمانية وتسعون فلسطينيا جراء المجازر الاسرائيلية خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية وقالت وزارة الصحة في غزة في تقريرها لليوم الثاني والخمسين بعد الثلاثمائة من العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة انها رصدت ارتكاب قوات الاحتلال ثلاث مجازر وصل من ضحاياها الى المستشفيات اربعون شهيدا وثمان وخمسون اصابة واضافت الوزارة ان حصيلة ضحايا العدوان الاسرائيلي على غزة تجاوزت واحدا واربعين الفا واربع مائة وواحدا وثلاثين شهيدا وخمسة وتسعين الفا وثمانمائة وثمانمائة وثمان عشرة اصابة منذ بدء العدوان في اكتوبر من العام الماضي مش انه تقول انه هداف مستقصد لا هداف لابادة شعب غزة بالاكتر الى الشأن المحلي والبداية من تعز التي تتواصل فيها الفعاليات في مدارس المدينة ابتهاجا بثورة السادس والعشرين من سبتمبر في عيدها الوطني الثاني والستين وصباح اليوم شهدت مدرسة نعمار السام عرضا كرنباليا بهيجا احتفاء بالذكرى الثانية والستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر وخلال الحفل رفعت الطالبات الاعلام الوطنية وقدمنا الاهازيج وعددا من الاغاني الوطنية التي تخلد ثورة سبتمبر المجيدة نحتفل بالذكرى الثانية والستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة نحن فيها مميز وفي مدرسة مميزة هذه الفعالية نحن نقيمها سنويا تكريما وإعزازا لشهادات الثورة اليمنية ولنشر الوعي والثقافة في أمداد اليمن أن هذه الثورة هي أم الثورات أن هذه الثورة 26 أستنبار هي الثورة التي كانت نقطة انطلاقة أو نقطة تحول في مسار اليمن وفي تاريخ اليمن الحديث وقدت هذه الثورة قيل متعلم أو قدت هذه الثورة قيل نفخر به في مدارسنا وفي مجتمعاتنا كما تواجد مراسل يمن شباب في تعز الزميل أيمن قائد خلال الحفل الفلني والكرنفالي لطالبات مدرسة الشهيدة نعمة رسام صباح اليوم احتفاءا بالعيد الثاني والستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة وعد لنا التقرير التالي تواصل تعز تنفيذ كرنفالاتها الطلابية احتفاءا بذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة هذه المرة من مدرسة الشهيدة نعمة أحمد رسام احتفالات واسعة وعروض مميزة قدمتها طالبات المدرسة في لوحة سبتمبرية بهيجة وحفل ثوري بديع يظل عيد سبتمبر عيد الحرية والكرامة لكل اليمنين ولن نقبل بعودة إلى عهد الظلم الاستبداد وسندافع عنها بجميع أرواحنا سنظل نحتفل به عيدا بعد عيد أجيالا بعد أجيال لأن ثورة ستة وعشرين سبتمبر هي الشعلة لن تطفي أبدا مع اقتراب موعد الذكرى السبتمبرية تحولت مدارس مدينة تعز إلى ساحات مفتوحة للكرنفالات الوطنية تضم مظاهر احتفائية متعددة صباحات تشدر الوطن والثورة وألوان العلم الجمهوري تزين الأجواء وعروض كشفية بالأزياء المدرسية وهتافات تحتفي بالجمهورية ومخرجات الثورة ضد الإمامة في تأكيد على أن تعز كانت وما تزال حاضنة الثورات وموطن شررتها الأولى هو يوم عظيم يوم كان فيه تحول من الاستبداد والاستعباد ومن الظلم والقهر إلى الحرية إلى النور إلى العلم إلى ابتعد القهل أو نقول نشر العلم بين أفراد المجتمع فهذا اليوم يوم عظيم هذا ليس احتفاء بذكرى تاريخية فحسب لكنه مواصلة لمشروع النضال ضد ميليشيا الحوثي وجه الإمامة الجديدة الذي لم يتمكن من قمع تعز وتجهيلها وكانت أجيال المدينة بوعيها مقاومة لا تكسر ولا تنهزم أيمن قائد يمن جباب تعز قال محافظ تعز نبيل شمسان إن المحافظة تعيش أجواء الفخر والاعتزاز بمناسبة الاحتفالات بأعياد الثورة اليمنية السادس والعشرين من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر والثلاثين من نوفمبر جاء ذلك في كلمة ألقاها المحافظ شمسان خلال الكرنفال الطلابي بمدرسة الشهيدة نعم رسام قال فيها إن احتفال مدارس تعز بأعياد الثورة يؤكد تمسك أبناء المحافظة بقيم النضال والوطنية وأضاف شمسان أن مدارس تعز تتألق في الاحتفالات لتقدم نموذجا مشرفا للوطنية والانتماء واستعراضات تعبر عن التلاحم والوحدة الوطنية مشيرا إلى أن السلطة المحلية دشنت الاحتفالات بأعياد الثورة في المدارس والجامعات والفعاليات الرسمية وكذلك بتنفيذ المشاريع التنموية ودعا إلى التوحد في مواجهة ميليشيا الحوثي التي تسعى لاستعباد أبناء الشعب اليمني وأعاد التذكير بتضحيات الشهداء الأبرار خلال ثورة السادس والعشرين من سبتمبر واستلهام مسيرتهم النضالية للانتصار على ميليشيا الحوثي الإرهابية التي تمكن أبناء محافظة تعز الصامدة من كسر شوكتها وخلال الحفل الكرنفالي دعا الطالبات والشهيدة نعمار السام كافة المكونات السياسية اليمنية إلى وحدة الصف الجمهوري ورص الجهود لمواجهة المشروع الإيراني وإنهاء الانقلاب الحوثي اليوم نحتفي بالذكرى الثانية والستون للثورة السادس والعشرون من سبتمبر التي قضت على حكم الإمامة الكهنوسية والتي كانت هي قدر على أرواح المواطنين فاليوم نحن هنا نحتفل بهذه الذكرى وهذه الثورة المجيدة التي أحصدت مننا الحب لهذا الوطن العزيز نحتفل لأجل القضاء على الحكم الإمامي الظالم دعوتنا اليوم لأجل أجيال سبتمبر المجيد لتضحيات شهداء الثورة السادس والعشرون من سبتمبر دعوتنا للتراحم والتعالف والتكافل بين المجتمع نحتفل اليوم بثورة 26 سبتمبر التي ستبقى في دماؤنا وقلوبنا وأقولنا سنحتفل فيه وسنحتفي به حتى آخر يوم من عمرنا وسنظل أجيال وراء أجيال نحتفل بهذه الثورة العظيمة الثورة هذه ستظل في قلوبنا وسنحتفل فيه ونحن سعداء جدا لما بذلناه اليوم وما قدمناه لهذه الثورة نحتفل بقدوم شهد 26 سبتمبر حفلا عظيما وكان تحريرا من الإمام والظلم والاستبداد من الإمام 26 سبتمبر هذا وقدم الطالبات الشهيدة نعم رسام عبر قناة يمن شباب مشاركات شعرية لثورة سبتمبر ولسمود تعز في وجه ميليشيا الحوثي الإرهابية مدينتي تعز لعز للإبا عنوان ومن قبل كانت عدينا بندها أنت هوايا وأنت عيون الإثنتان وأنت روحا جنبروحي أضافها في الكون هذا كأنك قمر شعبان أو كأنك عرس من الفردس زفها حبك إذا كان صميم العظم والشريان أعظم من الكعبة التي يطوفها من كبريائك سالت دمعة العدو حتى صاروا أنام لهم يعضوها يا صاحب الشاف سلم لي الحوبان قل له تعز كما هي من ذو تركتوها شام خفض الرب وأهلها شقعان ذي قرعوا المر لمن قاءوا يعادوها ما ضرها حصار أو ضرها عدوان أو العبوات ذي كانوا يخفوها قل له إن الحال ما أهلها ضبعان باتنها شعبود اللي يعاديها قرود قاعت من كهوف مران حاملين كؤوس الموت لقل يسقوها لكنهم فيها شافوا العذاب ألوان وأيام غبرهم حال ينسوها قد وثقت معاركها شهود أعيان في كل معركة كانوا هزيمة يقروها حتى قثثهم بقت عندنا للآن أكلها الطير وما استطاعوا يشيلوها خابت في تعز كلاب إيران ومحمد ربي صاروا يهابوها سبتمبريون لا باغ يضللنا أكتوبريون للموروث ننتصر نوفمبريون نحمي عز أمتنا ووحدويون نعليها ونفتخر حب الوطن ليس الدعاء حب الوطن عمل انتقل ودليل حبي يا بلادي شاشهد فيك الزمن الطويل فأنا أجاهد طاولة فهدد الأخ الطويل على الصعيد قال الطالبات الشهيدة نعمة رسام إن المرأة لعبت دورا بارزا في ثورة السادس والعشرين من سبتمبر وإنهن سيقفنا إلى جانب الجيش الوطني في المعركة ضد ميليشيا الحوث الإرهابية المرأة كان لها دور كبير في هذه الثورة السادس والعشرين من سبتمبر ونحن سنواصل في هذا الدور ونكون أكثر وأعظم من ذلك وبإذن الله وإن شاء الله سنكون يد واحدة ومتعاون متكاتفون وغفت المرأة بجانب الرجل في ثورة السادس والعشرين من سبتمبر وسنقف اليوم بجانبهم لنحارب ضد الميليشيات الحوثية وسنظل نحارب جيلا بعد جيل ونحتفل به يوما بعد يوم قال مدير مكتب وزارة الثقافة في تعز عبدالله العليمي إن هناك العديد من الفعاليات والأنشطة التي ستشهدها المدينة في الأيام القادمة احتفاءا بالعيد الثاني والستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة وأوضح ليمن شباب أن من تلك الأنشطة إقامة كرنفال شبابي وإيقاد الشعلة وإطلاق الألعاب النارية وحفل فني وخطبي وغير ذلك تتحيى محافظة تعز بعزة وشموخ للاحتفالات بعيد بالذكرى الثاني والستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر وعربعة عشر أكتوبر بزخم كبير متعالي تعز هي روح وهي قذور الثورة والقمهورية هناك العديد من الأنشطة والبرامج حسب توقيهات الأخ محافظة المحافظة رئيس المقرسة المحلي الأستاذ نبيل شمسان واللقنة الفرعية المكلفة بتسيير الاحتفالات هناك العديد من الأنشطة والفعالية والبرامج بدءا بإقامة مهرجان كرنفالي شبابي يوم السادس والعشرين من سبتمبر وكذا إيقاد الشعلة وكذا إطلاق العابة النارية قبل أيام دشنا الأخ محافظة المحافظة إطلاق إنارة قلعة القاهرة احتفالا بهذه المناسبة العظيمة على محافظة تعز الذي تتميز عن جميع المحافظات ومنظاهرة الاحتفالية في مدينها وأسواقها وريفها كذلك مع مكتب الثقافة يعد سلسلة من الأنشطة من ندوات وصباحات شعرية وكذا الحفل الفني والخطابي الذي سيقام يوم السبت الموافق 28 سبتمبر شاهد مجمع الثانوية تعز الكبرى طابورا صباحيا احتفاءا بالأعياد الوطنية لثورة السادس والعشرين من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر حيث تم تنظيم برنامج توعوي متنوع شمل العديد من الفقرات الثقافية والفنية البرنامج التوعوي الذي نفذته شعبة التوجيه المعنوي بمحور تعز بالتعاون مع مكتب التربية والتعليم بالمحافظة تضمن أناشيد وطنية وقصيدة شعرية ومصرحية هادفة بعنوان شموخ اليمن ويأتي تنفيذ هذا النشاط في إطار استمرار تنفيذ البرامج التوعوية لشعبة التوجيه المعنوي في أوساط الحاضنة الشعبية وطلاب المدارس والجامعات للأسبوع الثاني على التوالي وحضر الفعالية عدد من القيادات العسكرية والأمنية والتربوية وصلت البرنامج الضوء على دور الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وتضحياتهم في الدفاع عن تعز ضد ميليشيا الحوثي والتعريف بتاريخ الميليشيا الدموي أقامت مؤسسة معد كرب الثقافية في تعز صباح اليوم ندوة ثقافية بالتزامن مع احتفالات الشعب اليمني بالعيد الثاني والستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر وتناولت الندوة التي جاءت بعنوان ثورة السادس والعشرين من سبتمبر نضال عبر الأجيال تناولت الانتداد الثوري للنضال الجمهوري ضد الإماميين الجدد ميليشيا الحوثي الإرهابية كما ناقشت الندوة سبولا استمرار المقاومة الفكرية والمعرفية ضد الحوثية المتطرفة من أجل نسف الخرافة التي تستند عليها الميليشيا وتقاتل اليمنيين من أجلها منذ عشر سنوات نحن هنا في مؤسسة معد كرب الثقافية قمنا بهذه الفعالية من أجل إحياء ثورة السبتمبر العظيمة التي لو لا وجودها ولولا لقيامها لما كنا موجودين اليوم اليوم نقوم بدورنا النضالية العظيم تكملة للنضال للأباء والأجداد عرفانا وامتنانا لهذه الثورة ولأبناءها العظماء طبعا لو لا قيام هذه الثورة من خلال النضالات الأبطال الأخيال لما كنا في الجامعات والمدارس وكل هذه الأماكن نحن اليوم في هذه الثورة من خلال أوراق عمل تتناول دور المرأة ودور رجال الأعمال ودور استنهاض الذات اليمنية من أجل استعادة الدولة اليوم في ربط واضح مع كل هذه التفاصيل قال الاتحاد العام لطلاب جامعة تعز بأن عميدة كلية الأداب بالجامعة الدكتور يحيى المدحجي منع إقامة فعالية بمناسبة الذكرى الثانية والستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة وذكر اتحاد الطلاب في بيان صحفي أن عميدة الكلية رفض إقامة فعالية بمناسبة ذكرى سبتمبر في قاعدة أو في قاعة الشهيد الثلاية ووجه باحتجاز رئيس فرعي الاتحاد في الكلية من قبل حراسة الجامعة وأدان اتحاد الطلاب في بيان صحفي مساء اليوم الأحد رفض عميد الكلية إقامة الفعالية واحتجاز رئيس الاتحاد واصفا ذلك بالعمل المشين الذي لا يخدم أحدا سوى ميليشي الحوث الإنقلابية من قبل شخصية أكاديمية كان جديرا بها الوقوف خلف كل فعالية تنتسب إلى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر وطالب الاتحاد وزارة التعليم العالي وجامعة تعز بالتحقيق في الواقعة ومعرفة الأسباب التي دفعت بعميد الكلية إلى منع إقامة الفعالية وفي مناطق سيطرة ميليشي الحوثي تضاعفت الدعوات الشعبية للتظاهر والاحتفاء بالعيد الثاني والستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر الذي يصادف يوم الخميس المقبل وذلك بعد حملة القمع التي نفذتها الميليشي الإرهابية وقالت مصادر محلية أن القمع الحوثي استفز المواطنين في مناطق سيطرة الميليشي وأثار غضبهم مشيرة إلى أن تضاعف الدعوات للاحتفاء بثورة السادس والعشرين من سبتمبر جاء ردا على حملة القمع المستفزة للجميع ونقل موقع يمن مونيتور عن ثلاثة ناشطين حجبوا هوياتهم أنهم سيخرجون للتظاهر يوم السادس والعشرين من سبتمبر هم وأصدقاؤهم كما نقل عن إحدى الموظفات أنها علقت العلم الوطني على سيارتها مساء الجمع الماضي في صنعاء في إشارة إلى تمسك الشعب بثورتهم العظيمة عاقل حي في صنعاء قال هو الآخر إنه لا يستطيع تنفيذ أوامر ميليشيا الحوثي بتوجيه الناس إلى عدم رفع الأعلام الوطنية ووصف منع الناس من رفع العالم الوطني والاحتفاء بثورة السادس والعشرين من سبتمبر بأنه إهانة لكل الشعب كما سخر من اتهام الميليشيا للمحتفلين بأنهم خلايا ممولة أمريكيا يأتي هذا فيما كشفت مصادر مطلعة عن اختطاف ميليشيا الحوثي الإرهابية ما لا يقل عن ثمانين شخصا خلال الأيام العشرة الماضية من محافظات صنعاء وإب وذمار وعمران والمحويت والحديدة بينهم امرأتان وذلك على خلفية دعواتهم للاحتفال بثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة وقالت المصادر إن من بين المختطفين ثلاثة من شيوخ القبائل وأكثر من خمسة أعضاء في اللجنة الدائمة المركزية لحزب المؤتمر الشعبي العام وصحفيين اثنين بالإضافة إلى ناشطين وموظفين حكوميين ومدونين على شبكات التواصل المصادر نفسها قالت إن الميليشيا هددت العشرات من شيوخ القبائل والقادة السياسيين بالاعتقال ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم إذا شاركوا في الدعوة للاحتفاء بثورة السادس والعشرين من سبتمبر في مجالسهم الشعبية أو على شبكات التواصل الاجتماعي مضيفة أن الحوثيين فرضوا الإقامة الجبرية على ثلاثة من شيوخ القبائل في محافظة عمران وحولت ميليشيا الحوثي الاحتفاء بالثورة والجمهورية إلى تهمة تختطف المواطنين عليها حيث قال نشطاء ردا على الاختطافات الحوثية بأن كل الشعب متهم بالجمهورية وليس من اختطفتهم الميليشيا فقط مشددين على أن هذا القمع يزيد من تمسك الشعب بثورته وجمهوريته ورفضه للإمامة وبقاياها وفي إطار مخاوفها من أي تجمعات احتفالية بثورة السادس والعشرين من سبتمبر حذرت ميليشيا الحوثي الانقلابية الناشطين والمصورين في المناطق الخاضعة لسيطرتها من محافظة الحديدة حذرتهم من التجمهر أو القيام بأي أنشطة متعلقة بذكرى الثورة المجيدة وقالت مصادر محلية إن الميليشيا استدعت ناشطين على منصات التواصل الاجتماعي والمصورين في محافظة الحديدة إلى فندق فايف ستار وعقدت معهم اجتماعا مغلقا هددتهم فيه من المشاركة في أي مظاهر احتفائية بذكرى الثورة اليمنية المصادر نفسها أفادت أن الميليشيا الحوثية أجبرت الناشطين والإعلاميين على كتابة منشورات على حساباتهم في وسائل التواصل الاجتماعي تهدف إلى تشويه ذكرى الثورة والدعاء أن الاحتفال بها يزعزع الأمن والاستقرار وصف مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي عبد الرزاق الهجري ميليشيا الحوث الإرهابية بالمتهورة والمجنونة وذلك على خلفية رد فعلها تجاه المحتفلين بثورة السادس والعشرين من سبتمبر وقال إن ردة الفعل تلك تؤكد أن الميليشيا نسخة جديدة من الحكم الإمامي الهجري وفي مقابلة مع قناة الحدث مساء السبت قال إن ما تقوم به ميليشيا الحوث الإرهابية من جرائم تكشف مجددا عن وجهها القبيح سيما ممن انخدعوا بها وانساقوا وراء حديثها بأنها جاءت من أجل قضية الجرع فقط في إشارة منه إلى الاحتجاجات التي قادها الحوثيون بذريعة رفض قرار حكومي برفع الدعم عن المشتقات النفطية في العام 2014 وقال المستشار الرئاسي وهو أيضا قيادي في حزب الإصلاح إن ثورة السادس والعشرين من سبتمبر ليست ثورة فحسب وإنما هي ميلاد شعب وأمة للتخلص من النظام الكهنطي الرجعي المتخلف واعتبر الهجري ما تقوم به ميليشيا الحوثي من ملاحقة رسالة إلى كل من يفكر أن هذه الجماعة المسلحة يمكن أن تتحالف مع أحد وقال إن هذه الميليشيا لا ترى إلا نفسها جماعة سلالية وغيرهم عبيد وفي جزء آخر من الحوار كشف مستشار رئيس مجلس القيادة عبد الرزاق الهجري عن استعدادات لإشهار تكتل سياسي في الأيام المقبلة بهدف قيادة الجهود لاستعادة الدولة وأكد الهجري أن الشعب اليمني بات أكثر إصرارا على استعادة دولته ومؤسساتها في وقت قال إن الميليشيا الحوثية استنفذت كل الخيارات ودع المستشار الرئاسي الشرعية لتوحيد صفوفها والعمل بجدية لمواجهة الميليشيا الحوثية التي تستفيد فقط من ضعف الشرعية قال وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان إن ثورة السادس والعشرين من سبتمبر الخالدة كشفت واقع حال الشعب اليمني وفداحة الكارثة التي كان يعيشها في ظل الحكم الإمامي الاستبدادي والقمعي وأشار وزير الداخلية إلى أن النكبة والانقلاب الحوثي سار على خطى الإمامة وتسبب في تعطيل الحياة وحرمان الشعب من حقوقه ونهب وأسارقة إرادات الدولة ومقدراتها العسكرية والاقتصادية وتفجير الحروب ضد الشعب اليمني ونشر الفوضى والدمار والخراب اللواء حيدان أشار بالمقابل إلى أن ثورة السادس والعشرين من سبتمبر مثلت ميلاداً جديداً لليمن واليمنيين ونقلت الشعب من عصور الظلام والتخلف والجهل والاستبداد والطغيان إلى عصر النور والحرية والتعليم والتقدم والتنمية والازدهار والرخاء والتعددية السياسية وساهمت في إقامة دولة تتمتع بكامل السيادة من جهة ثانية شدد الوزير حيدان على دور المكونات والحراكات الوطنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المعركة الوطنية ضد ميليشيا الحوثي كما كان دورها في قيام ثورة السادس والعشرين من سبتمبر وإسقاط نظام الإمامة وشدد وزير الداخلية على استكمال تحرير المناطق التي لا زالت تخضع للميليشيا الحوثية وقال إنه وبدون القضاء على الميليشيا وتحرير كافة أراضي الجمهورية سيبقى الجميع معرضين لخطر إرهابها وإجرامها خاصة إذا لم يتم تجريد ميليشيا الحوثي من أدوات القوة العسكرية التي تمتلكها حاليا وقطع كافة أشكال الدعم العسكري واللوجستي الإيراني لها ودع وزير الداخلية كافة المكونات أن تعمل على توحيد الصف والجهود والإمكانيات والموارد نحو استكمال معركة التحرير والقضاء على جحافل الإمامة وتتويج كل هذه التضحيات العظيمة على مدى العشر سنوات الماضية بتحقيق النصر العظيم قال ناشطون إن الحادي والعشرين من سبتمبر شرد ملايين اليمنيين ودمر مؤسسات الدولة بأكملها وستبقى آثاره عائقا أمام الأجيال وأضافوا في تصريحات لقناة يمن شباب أن الانقلاب الحوثي أثر على كافة مناحي الحياة حيث أثر على الاقتصاد الوطني والسياسة الخارجية ومختلف القطاعات العامة في الداخل في الذكرى أو النكبة الواحد والعشرين من سبتمبر الذكرى المشؤومة التي يعيشها اليمنيون اليوم هذا اليوم الذي شرد الملايين وأخرب مؤسسات الدولة بأكملها هذا اليوم الذي سيظل عالقا في جبين كل طفل تقرع آلاما وغصص المرارة لهذا الانقلاب الغاشم الحوثي الذي أفقده معنى الانتماء للوطن الذي أضاع عنه طعامه وشرابه ومستقبله خرب مناحي الحياة بأكملها خرب الاقتصاد والسياسة الخارجية والداخل فلم يعدونالك تعليم ولم تعدونالك صحة ولم تعدونالك مرافقتبات ولم تعدونالك حرية قول يقولها الانسان ويستطيع أن يعبر بها نحن نرى كل يوم الاعتقالات للصحفيين والناشطين الذين يتكلمون بهذه اللغة أو يحاولون أن ينقضوا هذا الوضع فإنهم تصادر حريتهم ويسقنوا هذه الأوضاع الكارثية التي تسير البلاد من انهيار اقتصادي وانهيار خلقي وتعليمي وسياسي هذه كلها من أحداث هذا اليوم المشؤوم الذي سيظل أو نتقرأ أحداثه ومآسيه باستمرار إلى أن يفيق هذا الشعب وينتفض على هذه السلالة المقرمة يوم واحد عشر يستمر هو يوم النكبة بنسبة اليمنين حيث عملت العصابات الحوثية على محاولة اقتصاب حق الشعب الإيمني في الثورة والحرية والمساواة من خلال اقتحام مؤسسات شرعية وإبدال هذا اليوم بيوم 26 دستمبر ليزيفوا الوعي الوطني لأن المواطنين جميعا يؤمنوا بثورة 26 دستمبر وقد ترسلت في أبهانهم وأيضا في أبنائهم وهي عمقة البذور كونها قائت لتحرير الشعب اليمني من القهر والفقر المرض وهؤلاء الميليشيات الحوثية عندما دخلوا في يوم 21 دستمبر هم في الحقيقة قصدوا من ذلك إعادة سلطة الإمامة لأن يوم تنصيب الإمام البدر بدل عن أبيه كان يوم حيش استمبر ولكن إذ جاءت ثورة ثورة حيش استمبر فأطاحت به تسببت نكبة بيليشيا الحوث الإرهابية في قتل وتشريب ملايين اليمنيين ومصادرة حقوقهم العامة والخاصة وإدخال البلاد في حرب منذ عشر سنوات محافظة مأرب كانت إحدى أهم المحافظات التي واجهت تأثيرات تلك الحرب الحوثية المدمرة ونتائجها واحتضنت ملايين المهجرين قصرا من مناطق سيطرة الميليشيا في الحادي والعشرين من سبتمبر يتذكر اليمنيون نكبة عاشوها وعاشها جميع أبناء اليمن نتيجة انقلاب الميليشيا الحوثية على الدولة ومؤسساتها ودخولها بميليشياتها وسيطرتها على العاصبة صنعاء هنا في مجتمعات النزوح نتذكر واحدة من أعظم المآسي التي يعيشها أبناء اليمن جراء النزوح التي تسببت به حرب الميليشيا الحوثية التي راح ضحيتها ما يقارب أربعمائة ألف إنسان قتلوا جراء هذه الحرب إضافة إلى مليون ومئتين ألف جريح إضافة إلى أن ثمانين في المئة من أبناء اليمن يعيشون تحت خط الفقر نتيجة حرمانهم من حقوقهم ومنها المرتبات الخاصة بالموظفين إضافة إلى أن أربعة ملايين وخمسمائة ألف إنسان نزحوا من قراءهم ومن مناطقهم جراء تعنت الميليشيا ومطاردتهم لهؤلاء الناس في مناطقهم وفي قراءهم وفي محافظاتهم في مجتمعات النزوح يعيش النازحون هنا مأساة نتيجة حرمانهم من أبسط الحقوق التي تسببت بها انقلاب الميليشيا الحوثية على مدار عشر سنوات وهم يعانون كانت مأرب واحدة من أبرز المحافظات التي استقبلت ما يقارب اثنين مليون وخمسمائة ألف إنسان نزحوا من مختلف محافظات اليمن التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي إلى المحافظات المحررة ومنها محافظة مأرب التي استقبلت النازحين وآوتهم وأصبحت هذه التجمعات قرابة مئتين وأربعة تجمع تحيط بمدينة مأرب تجمعات آمنة بفعل الخدمات التي تقدمها السلطة المحلية والتعاون مع المنظمات المحلية والدولية هذه النكبة التي تسببت بتشريد اليمني وقتله وحرمانه من أبسط حقوقه يعيش اليمنيون الذكرى العاشرة لها ويتذكرون تلك الجرائم التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق الإنسان وبحق الوطن ذاته محمد عبد الكريم لقناة يمن شباب مأرب قال عسكريون بمحافظة الضالع إن ثورة السادس والعشرين من سبتمبر تمثل ميلاد وطن ومنجزا تاريخيا عظيما يتوجب الحفاظ على أهدافها النبيلة وتعهد الضباط بالمضي على نهج ثوار سبتمبر حتى القضاء على الانقلاب الحوثي واستعادة مؤسسات الشعب ونظامه الجمهوري سنواصل مشوارنا لتحرير أرض اليمن شبرا شبرا وهذه أمانة ورسالة علينا جميعا وعلى كل الشرفاء المناظلين الأحرار ويسعنا في هذه المناسبة أن ندعو جميع المواطنين للاحتفاء بهذه المناسبة العظيمة تخليدا لذكرى الشهداء الأحرار الذين ضحوا بدمائهم رخيصة في سبيل الذود عن الكرامة وفي سبيل تحرير اليمن لن ننسى أولئك الشهداء الذين ضحوا ولن ننسى الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم في خلال هذه المعارك ضد انقلاب ميليشياء الحوثي ثورة 26 ستمبر هي ثورة الأم ونحن ماضيون على دربة الشهداء بإذن الله سنحرر جميع المناطق من ميليشياء الحوثي بقيادة العميد الركن هادي أحمد مسعد العولقي حتى آخر قطره من دمائنا ثورة 26 ستمبر ثورة كرامة وحرية وثار عليها الأقداد والآباء شمال اليمن وقنوبه ويحاولوا ميليشياء العودة بنا وبالشعب اليمني إلى ما كان عليه قبل السادس والعشرين ستمبر ولكن نقول لهم الشعب عرف معنا الحرية والكرامة ولن يعودوا وما زلنا حاملين البنادق والجعب كما دعا جنود وضباط في قوات الجيش كافة أبناء اليمن إلى التوحد والتكاتف ورص الصفوف في وجه الميليشياء العنصرية السلالية حتى تحرير كافة المحافظات والقضاء على الانقلاب الحوثي بالتأكيد هو يمثل الشعلة والدافع لنا ونستمر لأن دماء الشهداء تدفعنا دائماً للاستمرار لا يمكن أبداً أن نتراجع وفي الأرض دماء شهداء ارتقوا الشهداء هؤلاء من أجل الأرض من أجل كرامة لأجل عزيتنا وكرامتنا وإن نحن ثابتون كذبات جبال موريس وجبال العود وجبال الحشاء وجبال الضالع وجبال جحاف الردفان لن نكلا ولن نمذ وسنقاتل الروافض حتى آخر نطفة من دماءنا وحتى تحرير آخر شبر من الأرض الليبنية قالت مصادر ميدانية أن الجبهات المشتعلة في لحج والضالع شهدت تبادلاً للقصف بين القوات المشتركة وميليشيا الحوثي الإرهابية في الساعات الماضية وذكرت المصادر أن جبهة القفلة في مديرية المسيمير شمالية لحج شهدت تبادلاً للقصف المدفعي والاشتباك بالأسلحة المتوسطة وفي جبهة الضالع وتحديداً في قطاع الجب نشب قصف مدفعي متبادل بين الجانبين بالتزامن مع استخدام الميليشيا لتعزيزات عسكرية هذا وتتواصل موجة النزوح للأهالي في تجمعات ريفية بمنطقة عهامة شمال غربي مديرية المسيمير بمحافظة لحج مع استمرار القصف المكثف من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية وأفاد سكان محليون بنزوح قرابة 250 أسرة في المنطقة المتضررة من القصف الحوثي تركت منازلها وغادرت نحو القرى المجاورة بينما صعدت الميليشيا من استحداثاتها العسكرية خلال اليومين الماضيين ومن ذلك شق طرقات وسط المرتفعات الوعرة في المنطقة واستحداث مواقع عسكرية فيها ونشر قناصين في تلك المواقع وناشد أهالي منطقة عهامة السلطة المحلية والجهات الإنسانية المعنية بتقديم المساعدات لعشرات الأسر النازحة في منطقة ريفية نائية تعاني من الفقر والحرمان أساسا أغلقت اليوم جميع محلات تجاري الملابس الجاهزة في العاصمة صنعاء أبوابها وذلك احتجاجا على قرار ميليشيا الحوث الإرهابية بفرض جبايات تعسفية جديدة مصادر مطلعة أكدت أن ميليشيا الحوثي أقرت إلزام تجاري الملابس الجاهزة قبل بيع وتوزيع بضائعهم بدفع نسبة من الأرباح في الدائرة الجمركية إضافة إلى رسوم الجمارك وضريبة المبيعات وأشارت المصادر إلى أن محاولة الميليشيا إلزام التجار بدفع ضريبة الأرباح والمبيعات مسبقا أثارت استياءا واسعا بين التجار وتساءل أحد التجار باستغراب كيف يفرض الحوثيون ضريبة الأرباح قبل البيع في حين أن النشاط التجاري يتضمن مخاطر الخسارة أيضا مشيرا إلى أن الميليشيا تريدهم أن يدفعوا نسبة من أرباحهم أو أرباحهم تقررها مسبقا دون أي اعتبار لما إذا كان التاجر سيحقق ربحا أم لا وأكد أن هذا القرار الحوثي يأتي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها التجار والمستهلكون على حد سواء مؤكدا عزم تجار الملابس الجاهزة على الاستمرار في إغلاق محلاتهم حتى يتم التراجع عن القرار نهاية نشرة التاسع نذكركم بأبرز ما جاء فيها استشهاد وإصابة ثمانية وتسعون فلسطينيا في ثلاث مجازر إسرائيلية بقطاع غزة كرنفان الطلابي احتفالا بالسادس والعشرين من سبتمبر في مدرسة الشهيدة نعمر السامبي تعز ومكتب التربية يؤكد استمرار برنامج الاحتفاء بعد اختطافات حوثية طالت ثمانين شخصا تضاعف الدعوات الشعبية للاحتفاء بثورة السادس والعشرين من سبتمبر في مناطق سيطرة الميليشيا عصيان مدني لتجار الملابس الجاهزة في صنعاء احتجاجا على قرار تعسفي حوثي يلزمهم بدفع نسبة من الأرباح سبتمبر مجيد يمن سعيد الى اللقاء اشتركوا في القناة